بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ايزائي متتبعين قناة نزال التعليم زا ايديكاسيون مرحبا بيكون معايا فيديو جديد ومرحبا بالناس جداد اللي انضموا القناة القناة الحمد لله كتكبر بيكم وشكرا على اللايكات والتعليقات المحفزة ديالكم وشكرا للدعوات ديالكم لا يجازيكم بخير اليوم ان شاء الله فيديو مخصص لتلاميذ السنة الثانية من التعليم تدائي كراست في رحب اللغة العربية اليوم ان شاء الله سوف اشاركم معكم نص وظيفي جديد بعنوان رسمنا بركة وهذا النص الوظيفي في الأسبوع العشر بعد قراءة النص قراءة جيدة نبدأ بانجاز التمارين ابحث في النص عن الكلمة المناسبة للشرح الآتي رجعت رجعت اذا الكلمة المناسبة لكلمة رجعت اذا عدت من المدرسة مساء استطيع ان اقول رجعت من المدرسة مساء اذا عدت هي الكلمة المناسبة عدت تبسط اجنحتها وتحركها تبسط اجنحتها وتحركها اذا سوف نبحث في النص عن الكلمة المناسبة اذا هنا كما تلاحظون نعم يا ابي رسمتها واحطتها باشجار تحوم حولها العصافير تحوم حولها العصافير اذا العصافير هي التي تبسط اجنحتها وتحركها اذا تحوم حولها يمكن ان نقول تبسط تبسط اجنحتها وتحركها يعني يمكننا ان نغير تحوم بتبسط اذا تحوم ايا الكلمة المناسبة تحوم انتقل لأفهم من يتحدث في النص من يتحدث في النص اذا كما تلاحظون عدت من المدرسة مساء فسألني ابيك العادة ماذا درستم اليوم يا زينب اذا من يتحدث في النص تتحدث زينب السؤال الموالي في نفس التمرين في السؤال عن ماذا سأل الاب ابنته سأل الاب ابنته عما درسوه اليوم ماذا درستم اليوم يا زينب اذا الجواب يقول زينب هي التي تتحدث في النص زينب هي التي تتحدث في النص سأل الاب ابنته زينب عن ماذا درسوا اليوم سأل الاب ابنته زينب عن ماذا درسوا اليوم السؤال الثاني بما زينت كل من زينب وصباح رسميهما إذن كما تلاحظون وهل رسمت البركة فأجابت زينب نعم يا أبي رسمتها وأحطتها بأشجار تحوم حولها العصافير وصديقة صباح زينت بركتها بأزهار ترفرف حولها العصافير إذا الجواب موجود في هذه الفقرة نقول زينت زينب وصباح رسميهما حيث نقول حيث زينت زينب حيث زينب أحطت بركتها بأشجار تحوم حولها العصافير بينما صباح زينتها بأزهار ترفرف حولها الفراشات أعيد زينت زينب وصباح رسميهما حيث زينب أحطت بركتها بأشجار تحوم حولها العصافير وبينما صباح زينتها بأزهار ترفرف حولها الفراشات ننتقل لي وفكر من يستقبلك بعد رجوعك من المدرسة وعما يسألك هنا كل تلميذ يمكن أنه يجاوب لأنك يتلميذ لها تكون ماما اللي تستقبله كين تلميذ لها تكون جده أو جدته التي تستقبله عندما يعد من المدرسة كين تلميذ لها تكون الأب دياله اللي يستقبله منك يرجع من المدرسة هنا كل واحد يجاوب جاوب دياله أنا أعطيكم واحد الأكزامبل صغير واحد الميتة الصغير إذن سوف نقول تستقبلني أمي بعد رجوعي من المدرسة وتسألني عن الذي درسناه والأنشطة التي قمنا بها داخل القسم تستقبلني أمي بعد رجوعي من المدرسة وتسألني عن الذي درسناه والأنشطة التي قمنا بها داخل القسم وهنا كل تلميذ عنده الحرية يقول شكل يستقبله كما قلت لكم كل واحد يستقبله فرض من أفراد العائلة تمرين الموالي فيه أفكر بالأدوات التي نستعملها في الرسم الأدوات التي نستعملها في الرسم هي أوراق الرسم نحتاج أوراق الرسم قلم الرصاص الألوان الأقلام الملونة الأقلام اللبدية والصباغة هذه الأدوات التي نستعملها في الرسم ننتقل ل تمرين أنجز أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة الآتية جبلية إحدى الطيور الفراشات خلال العطل ماذا سوف نقول خلال إحدى العطل خلال إحدى العطل زرت منطقة كيف هي هذه المنطقة؟ جبلية زرت منطقة جبلية أشجارها عالية وأزهارها متنوعة تحوم تحوم حولها الفراشات الفراشات تحوم حولها الفراشات أفوا أفوا تحوم حولها الطيور لأن تحوم نقول تحوم حولها الطيور إذن تحوم حولها الطيور وترفرف فوقها فراشات إذن خلال إحدى العطل العطل زرت منطقة جبلية أزهارها عالية وأشجارها عالية وأزهارها متنوعة تحوم حولها الطيور وترفرف فوقها فراشات إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم أدرب لكم موهدا فيديو قادم مع السلامة